معانا الأستاذ عبدالباسط من أسيوت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بك عم الشيخ الحمد لله بس أنا أتمنى على حضرتك يا حاج عبدالباسط أتمنى على حضرتك أن أنت توطي التلفزيون وتسمعني من التلفون وعليك طيب وعليك طيب وبصحة وسلام بس وطي التلفزيون وسمعني من التلفون لو تكرمت عليه تمام تمام الشيخ أخبرك كيف الحمد لله بخير وانت طيب وانت طيب صحة وبسلام وعافية الله يبرد فيك يا شيخ السؤال والله يا شيخ سامح حضرتك السفاقي اللي حدث قلتها دي في المرأة السابعة دي مفيش في زوجتي انا هعمل ايه بس اقولك انا عارف باتحك قلت امتى امتى فيه راجل ايتسم به يقول لي كده لان انا عارف انا عارف لا اقولك طريقة اسأل من كده اطلع الميزان يا حاج عبد الباص ايه الميزان بقى اللي بقولولك فاكر الميزان اللي احنا قلناه في الحلقة اللي فاتت اه ايه بقى لا انت مش فاكر انت بس خدت الصفات واتطلع اتطلع الميزان اول حاجة اسمع طيب حاج عبد الباص ما اتطلقهاش طلع نفسك عميزان الاول لان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي حاصل لا يؤمنوا احدكم حتى يحب لأخي ما يحبوا لنفسي وسيدنا عمر قال ايه وزينوا انفسكم قبل ان ايه ان توزنوا تعال نيوزن حضرتك مش انت وزنتها وتلاقيتها واخدها سف تعال بقى نيوزن حضرتك بقى ايه اخبار ان انت ساعي يعني ايه اللي اخبار يعني انت بتسعى وبتسعى على العيال وبتخليهم في حالة كفاية وفي حالة رضا هدي اول حاجة تاني حاجة حضرتك حميهم حتى من نفسك حضرتك حميهم او حميها حتى من نفسك يعني حميها من غضبك حميها من سوزنك حميها طيب تالت حاجة حضرتك راعي راعي بمعنى ايه ان انت لما بتوصل هي بتحس ان ايه في امان مش بتحس ان فيه حاجة كبست على سدرها انت ده بيحصل رابع حاجة حضرتك حمال يعني ايه اللي حاصل يا ستي اوة تشيري هم انا بذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سيد عائشة ايه بل انا وراء سايا عائشة حضرتك بتغير عليها حتى بتغير عليها من ان ان هي تغان وانت موجود طيب حضرتك فخور بيها حضرتك فخور بيها حاسس ان هي نعمة من ربنا حضرتك بتقود البيت قيادة عاقلة مش قيادة ضاغطة بتخليها تتخنق من القيادة دي لو انت عامل دول وبحق انا بقولك ان هي هتبقى فيها نفس الصفات السبعة اللي انت بتقول ان هي مش موجودة واضح حاجة ببسط يعني انت فانت حاجة ببسط المعادلة ايه جي الراجل قال له ايه قال له ادفع بالتي ايه احسن فقال له دفعت فلم يتغير قال له ايه لم تدفع لان في وعد من الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه اعداوة كانه ولي حميم دي زوجتك حبيبتك انت لو عملت كده كل الامور هتتغير تعال اقول لكم السبع صفات تاني ايها الرجل اذا اردت ان تملك قلب زوجتك واذا اردت ان تكون في المقام العالي فارسها وبطلها فخليك اسعى بالكسب الحلال ولا تتوقف عن الكسب ابدا حتى لو صارت هناك ضائقة استمر في الكسب الحلال من اي جهة مدام العمل شريف مكفيها ما تخليقاش تحس بالتهديد الاقتصادي التهديد الاقتصادي مش تهديد في المال بس تعديد الست بتحس لما يحصل لها تهديد اقتصادي انه ده تهديد في العرض هتخلي بالك خليك دايما ساعي ما توقفش عن العمل ابدا خليك دايما حامي واول حد تحمي زوجتك واهل بيتك منه ان انت تحميهم من نفسك ما يخافوش منك ان انت تكون راعي كل اللي يسعدهم ويحسسهم بان حياتهم مريحة تكون انت الراعي فيه تكون حمال تخلي لما حد يحس بان هو مش قادر ونخ ومش قادر يشيل تشيل عنه وتكون غيوره وتغير على سمعتهم وتغير على سمعتها ان حد يقول فيها كلمة مش مناسبة حتى ولو كان من اهلك تكون فخور حسس ان هي نعمة ام اللي انت روحتك جوستها ليه كمان تقود البطق بس قيادة عاقلة تستشرها وتاخد برأيها لما يكون الكلام ده وتمحتاج لده وانت يا اياته هالزوج اذا اردت ان تكون الانثى الكاملة اللي تملك قلب جزها فعليك ان انت يكون فيك السبع صفات دول اول حاجة تكون مقدرة لظروفه تاني حاجة تكون ممتنة وتعبري عن امتنانك بان هو جوزك تالت حاجة ان انت تحترم خصوصيته رابع حاجة تكون وثقة فيه خامس حاجة ان انت تعبريه عن حبك وخاصة في وجود الاخرين في وجود والدته في وجود اهله في وجود ناسه تعبري عن حبك رقم ستة ان انت تتقبل قيادته تتقبل قيادته لان هو في كتاب من الاحيان فيه اشياء معملها شغل الرجالة فتتقبل قيادته سابع حاجة واخر حاجة ان انت تكون دعيمة لي وخاصة في الاوقات الصعبة اشتركوا في القناة